السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم يا حبيبي يارب تكونوا بألف خير النهاردة عندنا وصفة حلوة جدا يعني لو عندك بطاطس وعندك عيش بيت خلاص كده هتعملي وصفة تقدمها شيك جدا طبعا تنفعك على اي صفرة او اي عزومة هتشرفك جدا بجد الفيديو بتاعنا حلو جدا عندنا وصفتين اتمنى لو اول مرة بتشوفي قناتي تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد وياريت تخليكي معايا لاخر الفيديو بجد الوصفتين دول تقدمهم شيك جدا جدا وفي نفس الوقت يعتبروا اقتصاديين هنعملهم بمكونات بسيطة لكن التقديم شيك جدا وفاخر على الاخر خليكي معايا لاخر الفيديو هاتي بقى رغيفين عيش بيت كده من عندك وتعالي افتحي العيش كده وما تقطعهش للاخر ولو عندك اي قالب كده حطيه فيه اي قالب يعني يدخلي هم رغيفين كده لو عندك رغيف كبير هيبقى واحد بس انما الحقيقة العيش بتاعي زغير فعلشان كده انا حطيت اتنين تمام فتحت الرغيف كده بس مش للاخر زي ما شفته معايا حطيت واحد كده والتاني فوقي يعني المهم ان انا عايزة في الاخر يبقى كله مقفول من الدايرة كده ما يبقاش فيه حاجة بينه تمام طيب جبت بعد كده مع علاقتين من الزيت وبتديت ان انا اوزعهم كده على الرغيفين بتوعي بالشكل ده كده زي ما قلتلك لو عندك رغيف بتاع العيش البلد بتاع الفرن بيبقى كبير شوية فهو حياخد على قد الطاجن دوت او القالب دوت يعني اي حاجة عندك حتى لو قالب مستطيل قالب مدور اي قالب عندك او اي طاجن فخار اعمليه كده بالشكل ده حطي العيش عليه ودهنيه واتدخليه اما المقلية الهوائية لو عندك مقلية هوائية او لو ما عندكيش هتحطيه في الرف الوسطاني وتوتي النار خالص وتسيبيه لمدة عشر دقيق هيتحمص ويقرمش معيكي تعالوا بقى على بالمالعيش بتاعنا يتحمص انا طبعا عملته في الفرن مش في المقلية جبت هنا بطاطس وحطيت عليها مياه مغلية من الكتل ومعلقة كبيرة من الملح وسبتها لغاية ما تسلقت في حلة الضغط ما بتاخدش اكتر من عشر دقيق تمام كده طيب بعد كده بقشرها الاشرب تطلع معي بكل سهولة بس يعني خلي بالك من ايديكي تبقي خليها في مياه سقع شوية الاول علشان ايديكي ما تتلسعش من البطاطس وتدعي علي حطي بقى لايك للفيديو ولو اول مرة بتشوفي القناة ياريت تشتركي في القناة بصي بقى ست انا بعد ما اشرت البطاطس بكل سهولة كده بعد ما تسلقت هرستها بالمهريس خلاص كده برضو بتتهرس بكل سهولة ترامى سخنة تمام بعد كده حطيت عليها فلفل اصمر هتبلها بفلفل اصمر وملح بس كده مش هتبلها بحاجة تاني ده كان حوالي يعني نص كيلو وشوية من البطاطس او كيلو الا ربع حطيت له معلقة ملح زغيرة مش مليانة ونص معلقة فلفل اسود تمام كده عندي بقى هنا شبت وعندي كزبرة شبت وكزبرة طبعا يعني مش حزمة كبيرة حزمة زغنططة خالص او ربع حزمة كمان يعني هم عودين كده من الشبت والكزبرة غسلتهم كويس وبالمقص كده نزلتهم على البطاطس المهروسة اللي متبلها بفلفل اصمر وملح وحبتدي اقلبهم تمام كده خلاص وبعد ما هنقلبها بقى هنبتدي نشكلها هنعمل وصفة شيء جدا تنفعك على صفرة رمضان لو عامل عزومة وفي نفس الوقت اقتصادية مش هتكلفك كتير لكن تقدمها شيء جدا تقدري تعتمديها واجبة اساسية لان فيها نشويات وفيها بروتين وتقدري كمان تعمليها جنب وصفات تانية لو عندك عزومة وهتبقى شيء جدا على الصفرة او هتبقى شيء جدا قدام ضيوفك يعني بجد هتشرفك وحاجة فاخر من الاخر وطبعا وصفة جديدة وحصرية بعد ما قلبت البطاطس كده كويس جدا ابتديت بقى ادهن ادية بالزيت والطاجن دهنته بالزيت او رشيت عليه زيت تمام هياخد كده كتعة من البطاطس وحبتدي اعملها كده على شكل على شكل قالب كده على شكل يعني لو عايزها مدورة عمليها مدورة انا النهاردة هعملها مسحوبة شوية كده بعد ما دورها اصحابها شوية كده بحيس اني انا يعني ايه عايزة شكلها هيبقى جديد ومميز وحلو جدا على الصفرة تمام بعد ما خلصت كده عندي لحمة متعصجة بس انا بقولك هي اقتصادية وشيك جدا لان هي مش هتاخد غير معلقة لحمة واحدة من اللي هي الكبشع اللي هي الكبيرة بتاعت الاكل تمام انا كل واحدة من دي بتاخد معايا نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة من بتاعت الشاي من اللحمة اللي متعصجة ومحتط لها بصل طبعا ومحتط لها فلفل الوان ومحتط لها طماطم فطبعا الخضار ده كله بيرمي كمية كبيرة يعني لكن الوصفة ذات نفسها مش هتاخد اكتر من معلقة لحمة اللي هي بتاعت طقم التوزيع المعلقة الكبيرة مش هتاخد اكتر من كده الوصفة كلها يعني اقل من 8 كيلو لحمة وطبعا انتي بقى بتعصجيب البصل بقى طبعا وكلنا عارفين بتتعصج ازاي بنحط مادة دهنية وبننزل بالبصل وبعدين اللحمة وبعد كده بنحط كمان فلفل الوان وبنحط طماطم متقطعة مكعبات كل ده بيزود الكمية معنا وممكن كمان نحط جزر مبشور كل ده بيزود الكمية وبيدي الوصفة بتاعتنا طعم حلو جدا بعد كده بقى على الوش كده برضو معلقة جبنة معلقة واحدة من الجبنة الموزاريلا الوصفة شيء جدا واقتصادية ما خدتش ولا جبنة كتير ولا لحمة كتير فعشان كده بقولك اقتصادية وفي نفس الوقت مفيدة جدا البطاطس مفيدة خلاص انا كده دخلتها الفرن بعد ما حطيت لها جبنة لو انت عايزة تقطري الجبنة بقى وتمليها كده وتخليها غنية غرائيها جبنة كلها وكل لما تيجي تشيلي واحدة من البطاطس هتلاقيها بتشت بالجبنة فهتبقى حاجة جمدة جدا عايزها اقتصادية زي كده انا طبعا اتطلب مني اقلات اقتصادية فعلى قد ما بقدر عايزة اقدم حاجة شيك وفي نفس الوقت اقتصادية العيش بتاعنا طبعا اتحمص وتلع من الفرن وهو بنطلعه من القالب والطاجن بتاعنا بتاع البطاطس تحت الشواية دلوقتي هو طبعا كل حاجة فيه مستوية هندخله تحت الشواية بس الجبنة تسيح تمام سندت العيش بتاع المحمص الشيك الجميل ده بنص طمط مية من وره وعندي بقى الصلطة بتاعتي اللي هي عبارة عن فلفل الوال متقطع مكعبات كبيرة وكمان خص كبكشة وشوية من الكسبرة والبقدونس والشبت وبصلايا كل دوت متقطع كده وطبعا متقطع كبير ويفضل كمان لو فيه خيار وشرائح من الزتون زي ما انتو شايفين كده تقديمه شيك جدا عالصفرة وفي نفس الوقت يعني كله هيحبه هنحط بقى مكعبات جبنة جبنة فيتا كده او اي نوع جبنة عندك مش كتير هو حوالي معلقتين جبنة بس كده وقطعتهم مكعبات على الوش يعني والخضار ده كل حاجة نص قرن يعني نص قرن فلفل احمر على نص قرن فلفل اخضر على ربع حتة صغيرة من الكبكشة اللي هو الخاص يعني على نص طمط مية فطبعا كل ده ما اخدش كمية كبيرة من الخضار لكن طبعا شيك جدا حطت له بس صرق معلقتين من زيت الزيتون وده اختياري تقدر تحطي اي زيت انت عايزاه واللي أبو عايزة بقى تملحيه هتحطي كمان عصير اللمون بس في فنجل على جنب وبتحطيه ساعة التقديم على خل تفاح وزيت زيتون ودولت بيبقوا على جنب بتحطيهم ساعة التقديم بس الطاجن بتاعي طالع من الفرن زي ما انتوا شايفين شيك جدا الجبنة ساحت عليه وتعمه رهيب طبعا يا جماعة ده بيتقدم سخن مش بيتساب يبرد لازم يتقدم وهو سخن تمام لو برت طبعا وحد عايز ياكل منه بتبتدي تدخليه الفرن تاني لغاية ما يسخن وبعدين تقدميه علشان يبقى طعمه حلو جدا واتمنى تحطي لك وتشتركي في القناة